تذكرون تشاودر صح؟ أحسلكم تذكرونه أزعجت وجد جدي بالكومنتات سوح ألقى عن تشاودر سوح ألقى عن تشاودر تشاودر كمسلسل كارتوني من كارتون نتورك مصنوعة من سي ايش جرين بلات دقيقة في دبانة يعني أبوك والله نص ساعة حول أكتلة والله لجيبة ثواني واجيب يلعن شكله سريع أوكي مطعني أكتلة بس أدري نح حيوان أول ما شوفني أسجل الحين بيرجع ويركز على الطفل صغير اسمه تشاودر في عالم غريب وفي أكلات عجيبة أعرف كثير منكم يحبون الأكل كل ثاني نوم نوم ولكن بعضكم يبغى ينحف ويوقف النوم نوم فتقرأ تغطي جوعك بالكرتون هذا فحتى لو تابعت الكرتون وفاهم وباقي ناسي راح أشرحها في هذا المقطع وأنت راح يعجبك ولكن صدقني ترى السحر يقولون له ما تشترك في القناة وتوصلنا لأ 40 ألف ما راح تستمتع بالمقطع ورح تكون حياتك كئيبة شخصيتنا اليوم هي تشاودر خليطي بين بسه دب وأرنب مع السن يخرج في أغلب الأوقات وقبعه لهاجهتين في السلسلة يتعلم تشاودر تحت الشف مقدال من شركة مقدالز للتموين ولكن معظم الأوقات تخرب خطة مقدال مع جوع تشاودر وحتى بعدها يطير يعني لا لا من جدي يصير دب لدرجة أن وزنه يختفي واو جوع تشاودر اللا نهائي يعطيه القدرة أن يرجع اللي يأكله زي مثلا هذاك اللي في ماريو نسيت اسمه عشان قدرته بدأ وكثير من الأشخاص يشيلون تشاودر معاهم كشي من العدة اللي يجبونه اللي قالها صانع الكرتون هو أن ديزاين تشاودر في البداية هو أنه يكون شبيه لعبة طفل كذا يعني سكوشي وكيوت وهو ما أخذ إلهام من رسوم دكتر سوس العالم نفسه خارج الشركة كانها لو اشترك دكتر سوس مع ويلي وانكا في صنع عالم وفيها كل شي صعب زي مثلا صنع ايس كريم لازم تسوي باركور وتروح مشاوير واحد يسوي كذا والثاني يسوي كذا ثم تروح التوت ما أدري ليه ولا تشيري عشان يعطيك آخر لمسة مع شعارات غريبة كذا فوق راسه مدرب تشاودر في الطبخ هو مقدال اللي لونه أزرق فاتح معه شنب حلو وأنف طويل من شركة مقدال للتموين مسمى بعد الطبخة الهندية مقدال ما عرفنا كم عمره في الكاتون بس عرفنا أنها الطبخ الأكثر من 326 سنة ومتزوج من حول 450 سنة واحدة تساعدة في الشركة هي زوجته تريفلز تريفلز شخصية مدري مشروب وانا متأكد انها قتلة تعلقة السبعين شخص بدون ما حد يدري قدرة تريفلز على عدم استحمال الطاكتقة والاستهوان هي اللي تساعد الشركة هنا تكون ناجحة حتى مع العصبية كلها عرفنا ان عندها شقة لطيف وكيوت بعد احيانا شخصية تشتغل مع مقدال هو سنتزل شخصية من صخور وشف المساعد المقدال مش نتزل عندها حد في الكلام اللي يقوله واللي هو رادا زي ما قروت يقول كل ثانية هذا رادا رادا ولكن رادا يقدر يكون جملة في بعض اللغات الثانية مش نتزل عندها القدرة في الكلام الطبيعي بس لازم يكون مرتاح وكون حب شاودر اللي أصلا ما يحبها ولا يبغاها هي بانيني اللي تقدر تقول عصبية شوية بانيني خليطي بين بسة وارنب وطالبات شف ثانية اسمها الشف هذي أصلا عدوة مقدال زي مستر سلطة وشمشون وعشان حب بانيني لشاودر تحب تخليه بكل الطرق يمثل انه حبيبها حتى معه توضيح شاودر الواضح ووضوح الشمس انه يقولها انا ماني بحبيبك وهو أصلا يقولها هذا الشيء كل مرة يتلقون جوستافو هو مامث راعي محلات يبيع اشياء وبوشنات غريبة من الكوشك حقه في سوق المزارك وصديق شاودر يعطي شاودر احيانا نصايح لك عليها بس المفضل عند اكثر متابعين مسلسل شاودر بدأ في نوفمبر 2007 الى اوغست 7 2010 مع 49 حلقة عبر ثلاث مواسم شيء غريب في هذاك العصر ولكن حلو ان ماهو نيكلودين الخرى وحلو انه عدى مو بس واحد بس ثلاث مواسم لانه لو كان نيكلودين كان رموها في زبالة وباعوها الامبي سي 3 الكوميديا في المسلسل رهيب مع انتقالات كثيرة للايف اكشن او فجأة يصيرون بوبتز احيانا يقطعون عشان البوجت حقهم ما كمل انه يقدر يرسمون رسمات ثانية الانيميشن فجايبين لقطات زي هذي انهم يطلعون اللي هم مثلين الصوت يجمعون فلوس من غسيل سيارات عشان يكملون الرسم المسلسل انصرع من كاتب القتاب سيناريوهات كارتوني ومثل صوت واخد قصص معروفة للسحرة وحط اكل وبهارات بدالها ويطلع لك شاودر اشكال شخصياته جاته من درافت لما كان يشتغل كرسام سبونج بوب في نيكلودين خلص قصته وارسلها الكارتون نتورك لما نشتغل عندهم في مسلسل بيلي وماندي مثل بعد صوتي في بيلي وماندي كشخصية فريد فريد برغر بعد سنتين من القاء فكرته قبلوها ثم بعدها بسنة نزل اول حلقة من بعد وقوف شاودر سوى سي اتش مسلسل هارفي بيكس من نيكلودين ومسلسل ثاني اسمه جلي ستون كان صوت الشخصيات عديدة في الكارتون من ضمنهم كيوي الشي الوردي الغريب هذا حتى كان صوت شاودر الكبير في اخر حلقة اللي صارت عشرين سنة بعد الاحداث مع كبر شاودر منع نفسه من انه يكبر حتى رفض طلب مقدال انه يمسك الشركة ما خلى مقدال يتقاعد ويمسك شاودر الدور انه يدرب الطالب حقه الجديد ولكن استوعب ان الاوقات تمشي وانه بدأ يكبر شاودر تزوج بنيني وجاب اطفاله وبدأ يشتغل كطباخ وشيف ماهر ولسبب ما شنزل ومس اندايف تزوجه جذبات شو اوغس دافو ونسيت اسمه فتح عرض كوميدي ومقدال وتريفلز اخيرا تقاعد وبعد مدي كم مية سنة ما هو بس يدرسنا بالتجهيز للمسؤولية بس نهاية حلوة ما جات كثير من المسلسلات الثانية في وقته شاودر فاز بجائزة ايمي وترشح مرتين زيادة لها تكنسل المسلسل في 2009 عشان كارتون نتورك بدأ يركز على الجمهور وطلبهم الاطفال اكبر حطين بدأها سلسلات زي ديستروي بيل ديستروي اللي صالح مع جوهم المختار من بعد نهاية المسلسل كان قريم بلات حزين ولكن متحمس عشان كل وقت الفراغ اللي عنده وحط تركيزه في الفرص الثانية اللي جات مع وقت الفراغ عشان يبدأ عمال جديدة الشيء الحلو في النكت وكل شيء اضافي ما تحس انهم حطينها غصب بس عشانهم يستمتعون ويجربون اللي بخاطرهم الذبانة رجعت اللي برا الحين شوين تاك تيم طلع اثنين واللي يكون في خاطرهم اكثر الوقات يكون حلو الشيء اللي خلى بيل وماندي ينجح او اللي خلى سبونج بوب ينشهر نفس الشيء اللي صنعين شاودر يسوون اللي هو افضل للكرتون ومو بس اي كلام قدرة المسلسل ان يحسسك ان ما في تلفزيون بينك وبينهم كأنك محهم في العالم وكيف يدخلونك في النكت عطاها رسبيكت اكثر من باقي المسلسلات ضف هذا مع الانيميشن الرهيب والاشكال اللي في ملابسهم الغريبة اللي تمشي ما ادري كيف والمجازة المنقوشة اللي شفناها عبر المسلسل عدة مرات يتناسق مع غرابة المسلسل وباقي الالوان والبالت اوكي ممكن يكون عالي وكل شيء ساطع ويقدر يكون كذا ينعاد كثير ولكن فيه كثير موجود هنا ما فيه زيه ويخلي عندنا باقي ابتسامة على طول ويقدر يكون مقرف او غريب او اي شيء بدون اي قواعد حتى لا ما يسمون اشياء بسمان مختلفة بس قريبا لا اسمعها في الحقيقة اكل عايش ما يهتم انه ينطبخ بوبيتس والف شيء ثاني المسلسل يحسسك كأنه ملاهي في عالم كذا محوره هو الاكل وروح المرح المسلسل مختلف الكثير عشان كيف تستلم النكت لانه بيغير رأيك فيه ناس يحبونه وفيه ناس العكس فعلموني وش رأيكم انتو عن شاودر واذا تقول ما يعجبك كف على وجهك بعد كل كومنتات هذيك حط لايك اشترك واذا تبغى انتسب ان شاء الله سمتعته ومع السلامة يو كيف الحال ذكروني يب انا سعد ريان نسمى يقول اسمي المتسبين فتركي بلاك اي في وسعود اي كي اتش مؤيد بلو نايت بعدين امث امثري ار اي وطلال 777 زمان وجوي ار سلم ومحمد ناصر شكرا على انتسبكم فيه مجموعة منكم كملوا الشهر وجاهم الباج الاخضر وفيه ناس جدد زي تركي بلاك او قبرص ونعم اذا تبغى انتسب وتجي كل المزايا الاسطورية تعال تحت والسبب قطعتي هو مذكرتي واستعدادي الاختبار للقدرات لانها نفس صف الثاني ثانوي فالله يعين ريان مبدين هو اللي رح مسك القناة هذه الفترة ولكن يعني انا ان شاء الله بين كل فترة وفترة رح نزل مقطع ولكن غالبا رح يكون ريان هوليكات البسكريبت انا بس رح القدمه فنعم اشترك كذا ما اشتركت